السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المدرع حسام يوسف من مجموعة الواطنة والية دبلوما المحاسوب المادة اساسية الشبك والمعلومات المحاضرة الرقم تماني. طبعا احنا في درس السابق وصلنا لعند الشبكات اللاسلكية وكنا عم نحكي عن اه الفوائد تبعيتها وسلبياتها وما بعد. يعني كنا عم نحكي عن ال 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 اب كونيكشن نحن ندرس شو عن الشبكة اللاسلكية من جهاز كهاردوير للسوفتوير ان شاء الله. هلا بالنسبة قبل ما ابلش الدرس ارجع اذكر اه وراح ارجع ابعث على الواتساب كمان رسالة مرة تانية اه الامتحان يوم السابت الساعة ثمانية ونصف مساء. الامتحان رح يتضمن فقط اه من الدرس السبعة نصف الدرس السبعة من وقت ما يخلص التي سي بي والآي بي البروتوكولات كل ما يتعلق في الطبقات وما قبل كلها الشغلات محسوبة ولكن الشبكة اللاسلكية اللي يبلشها فيها في الدرس الماضي من نصف الدرس الماضي تقريبا ما رح تكون داخلة في الدرس ايه في الفحص يعني شوية افضل طيب هلا نرجع برة عن العيد الحكي لا تاخذونا الفحص رح يكون يوم السابت الساعة ثمانية ونصف مساء اللي عنده اي مشكلة رجعني خبرني تمام شان ازا في عدد نيحة او في احد عنده اي اعتراض او مشغول في هداك الوقت لا سمح الله كان عنده مشفى كان عنده دكتور رائع الدكتور فرض ما اي شيء يعني من الحالات هاي اتمنى الكل يحكي يعني وقتا انا فينا نغير الفحص وقتا للاحد يعني ولكن حتى الان هو يوم السابت الساعة ثمانية ونصف رح يكون للاسئلة اختيارية ذاتا كل شيء رح يدخل هو من وما قبل يعني الشبكة اللاسكية هاي اللي هل عم ناخدها نحنا من وقت ما بلجناها بالدرس السابق الرقم سبعة في نصف الدرس وما نداخله وما بعد هدول ما نداخله ده الفحص النهاي هدول بس هاي الشغلة رجعنا عدناها للتأكيد فقط هلا احنا مبارح كنا عم نحكي على على آآ نظام الاتصال القديم اللي كان نستخدمه نحنا في الشبكات آآ كان عبارة عن خط ارضي تبعها تليفون ارضي تمام وبشغلوا عليه هذا شو بيسوي بتصل برقم هاتف مثل ما انا نحنا بتصل برقم هاتف كأنه عم بتتصلوا انتو في التليفون في شخص اخر هسيمة او على خط ارضي وبتحطوا الرقم اول شي تبعه بس تتصلوا بيضل شغال الخط كأنه شايدين السماعة وعم بتحكوا تمام هيك بيضل شغال لحتى تخلصوا انتو بتفصل طبعا هذا في له آآ سلبيات صراحة كانت كتيرة يعني ازا عنكن آآ على الهاتف عبتستخد منتو الفاتورة بتجي عالي يعني ما بتجي انه والله فاتورة آآ يتصل انه والله مثل الاتصال او شي لا الفاتورة بتجي عالية شو السبب سبب انتو بتسحبوا البيانات سحب يعني قديش عبتاخدوا تمامية كيلو عشرة كيلو هاي مشكلته يعني يعني ما في احد المشاكل السلبيات اللي كانت فيه عنا طبعا يعني مبارز دول تاني في هالمشكلة كانت ولكن كانت الموجودة عنا في سوريا انه اللي بيشتغل على النيت بخطة التليفون الارضي ذاتا كان غالي كتير يعني كأنك عبتحكي اتصال اربعة وشرين ساعة وبتستخدمه اربعة وشرين ساعة بتدفع اجرته هاي توصل اجرته الالفين ويمكن الف وخمسمية يعني كان والف وخمسمية كانت شي كتير مقليل يعني تقريبا الفيرات تركي يعني هلأ نحن بعد ما خلصنا الديالاب كونيكشن مبارح تبع اتصال الرقم الهاتف طبعا هاي النوع الاتصال هذا مات هلأ ما عد عم يستخدم نهائيا اه ازا حد عم يستخدمه ذاتا بيكون اما اسا يعني منطقة كتير كتير منه متطورة يعني او بجوز على تجارب او على شيء اضطرار عم يستخدمه ولكن بالنه انه يستخدمه ويستخدمه استخدام يومي هيك لا ما عد بيشتغل هذا حتى ولا ولا موقع من المواقع اللي بفتحوه هلا ما بيفتح انه اقل موقع اللي حجمه اتنين ميجا تقريبا فتخيلوا انتو عم تفتحوا موقع هاجمه اتنين ميجا بسرعة عشرة كيلو كتبالو تستاني تقريبا اللي يفتح موقع واحد يعني اقل الشيء طيب بعدين نحن هلأ صار عنا اه بالشبكات اللاسلكيات بعد ما كان في عنا بالنسبة للديال اب وطرق الاتصال الاخرى نصانع الشغلة يسمى الاكسس بوينت واللي هي الاي بي اي بي اكسس بوينت متل ما بتعرفوها زاتا اه حتى بموبايلاتكم موجودة اذا بتلاحظوا في كلمة اي بي مصح وقت بتشغلوا اشارة لصاحبكم اصلا تفتحوا بس لصاحبكم تطلع كلمة اي بي جنب اسم الشبكة احيانا حسب كل جهاز في جهزة السامسونج بتكتب اندرويد او بي تمام يعني اكسس بوينت تمام فهاي الاكسس بوينت مساحة اكبر من مساحة الشبكات العادية من اي نوع اخر هاي عبارة عن شبكة لاسلكية اسمها نقطة اتصال او نقطة وصول اه مساحة اكبر توصل للكيلومتر واكتر يعني حسب نوع الجهاز وكل ما اطورت الجهاز المستخدمين عليها كل ما اه كبرت مسافتها يعني المساحة بتغطيها يعني هي الموجة فالجهاز له كمان اه احد الاثار على هذا الشي يعني هلا بالنسبة لا امان هاي الشبكات هلا في عنا عدة امان لهاي الشبكات في عدة انواع من التشفير لهاي الشبكات في عنا مسلا تشفير دابليو بي اي اه دابليو بي اي بي اس كي تو دابليو بي اي اتنين يعني في عنا الايس ا اي اس في عنا كمان التمانية وثنين باصل واحد تمانية وثنين في عنا عدة انواع من التشيط طبعا رح نحكي عليهم ولكن احنا هلا بس ذكرنا بس شو هنين استخدامات والاسماء التشفيرات الموجودة يعني هلا او لا اتأكد انا التسجيل شو ظا بالنصح اي لا هلا بالنسبة للشبكات اللاسمكية في حدا بيعرف منكن شو هي عيوب هذا الشبك اللاسمكية ان كانت برج ان كانت اه راوتر ان كان اه تليفون شو ما كان كل شي لاسلكي شو هي عيوبها حدا بيعرف سلبيات لها ولو يذكر لي ولو واحد نعم بسرعة الاتصال مزبوط بسرعة نقل بيانات اقل طبعا اقل من السلكيف كتير مزبوطة تأثير الموجود بعمل المناخ ممكن هلا بتأثر بالمناخ طبعا ولكن في عندنا مشكلة تأثيرها الجانبية على جسم الانسان على صحة الانسان فيناك تقول هيك ايه مزبوطة تأثير اللي فيها صراحة يعني تأثير قاتل مع انو مزح اه نحنا ما بنحس فيه ولكن هو قاتل في بعض العالم اللي انا بعرفها اه الراوتر قاتل بنامو بطفول الراوتر اصلا ديش انو فعلا بيأسرها حتى الراوتر هذا اللي عنكم بالبيت انت لو تجيو الجهاز بيشوف هاي الموجة بتصيروا تطفوه كل يوم بتخافوا من منظروا انو شون هيك الموجات عم تمشي لانو نحنا ما عم نحس فيه ولا عم نشوفه ولكن يعني نحنا عم بيصير قدامنا الشي بالموجات هاي غير طبيعي تشوفنا روتر انتنا ويف ويف اه 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 بشكل كبير يعني لدرجة فهيك من فوق هيك تيجي زاتا اه واقسام الداخلية وراح نشرحنا هدا كله هدول فريكوينسي باند تمام القنوات والباكتس وبعدين هدول كله هاتن راح نتعلم هون زادن ولكن انا حبيت اعرجيكم مساء هدا الشي اذا في فيديو على الانترنت كمان راح لقيه وبعتلكم اياه بتشوفو شلون شكل الموجات اذا في حدا مصوره يعني انا شفت مرة فيديو من قبل شلو مصورينه بتحت الاشعاع استخدام الاشعاع والكاميرا بتكشف الموجات يعني شي صراحة غريب جدا يعني هلا اه بالنسبة لصحة هاي طبعا مضرة للصحة طبعا الانسان للحيوان للانسان لكن شي مخلوقات موجودة السبب انه بتسوي امراض مصرطنة بتأثر على الدماغ بتأثر على النوم اللي حاطط الراوتر فوق راسه عم ينام اه وبتقول ليش راسع بيجعني الصبح كل يوم طفي الراوتر وجرب اسبوع كل يوم طفي وجرب يعني إلا بجوز ترتاح بجوز ترتاح يلا فلا صار بشي يعني هلا في عنا كمان امان عادي صراحة الشبكة اللاسلكية امانها اضعف من الشبكة السلكية اول شي الشبكة السلكية احتمالية اختراقها ما بقلكم انه مية بالمية ولكن تخترق اما الشبكة اللاسلكية المصيبة هون انه هاي اختراقها بسيط اسا ابسط من الشبكة العادية السلكية العادية ولكن يعني امنية تقليدية متل اي شبكة اخرى متل بتخترق اديك تقدر تخترق هاي نفس الشي في عنا احد المشاكل التانية بلحكي عن موجات الرادار عن هاد انتيل حكينا هاي عنا من قبل نحنا وعنا هاد انتيل تمام هلا انا شولت لكم في قنوات ما صح فهدول القنوات اخترعوها مشان يحلوا هاي المشكلة هلا نحنا في عنا مشكلة مع تداخل البيانات فيعني اذا عندك انت هاي البيانات هون عم تمشي وهيك مع بعض تداخل البيانات لانه كترة الشبكات في مكان واحد هلا اذا واحد منكم عنده في البناية اكتر من عشر روترات وعشرين روتر ستقولون يروحوا جربوا ساعة النت على السلك وجربوه على اللاسلكي شوفوا الفرق هلا انا هون مثلا جربها على اللاسلكي تطلع ثمانين ثبعه ثمانين جربها على السلك تطلع خمسة وتسعين تسعين هيك ما كتير هالفرق الكبير يعني حسب انواع الراوترات وحسب القنوات المستخدمة فيها اجهزة روتر تدعم قنوات اخرى بس اكثر فبتقدر تبدل القناة بسهولة هلا مفهوم الفقرة اللي حكينا عليها هلا نحن مفهوم مستخدم تمام هلا نحن عنا انواع الشبكات اللاسلكية تمام مفهوم مفهوم فينا نقسم الشبكات اللاسلكية لثلاث انواع اول شيء خليلنا استختم القلم وكتب الشبكة الاولى وا اللي هي شبكة لاسلكية محلية العادية تمام نكتب اسمه جنبة بالعربي شبكة محلية بعدين عنا شو كمان عنا شبكة لاسلكية محلية ممتدة ممتدة شو بالانجليزي extended extended لان يعني شبكة لاسلكية محلة ممتدة ما عندي حروف عربي بالكيبورد تعرفوا يعني شوي بعقد الواحد بعد بتذكرهم تذكيروا بكتبهم طيب شوفي عنا كمان احنا عنا بعد الشبكة اللاسلكية المحلية الممتدة والشبكة اللاسلكية المحلية العادية في عنا شبكة لاسلكية لاجهزة متنقلة هاي شو بنسميها متنقل او جهاز متنقل من قلنا علوم موبايل تمام موبايل مو موبايل تليفون يعني لا موبايل يعني متنقل موبايل كومبيوتر او فون شو ما بتكون نسموه او موبايل نتورك فين كن تسموه اللي بتكون يا انا عم سميها من عندي هاي التسمية شبكة لاسلكية الاجهزة جاءنا ضيانة ازيزة متنقلة هلا عنا نحنا متل ما لات ثلاث انواع الشبكة لاسلكية المحلية اللي هي اللان العادية شبكة لاسلكية محلية ممتدة اللي هي والشبكة اللاسلكية للاجهزة المتنقلة اللي هي الموبايل كومبيوترز او موبايل فونز نيتورك او موبايل نيتوركز اللي بتكون يا فين كنت سموه هلا بالنسبة لال الاكستندد لان الاكستندد لان هو عبارة عن عدة شبكات لان تمام مرتبطة في بعضهم يعني عنا عدة لان لان تاني اللي هو مثلا راوتري راوتر جاري وراوتر اللي فوقه والجار التاني والتالت والرابع العشرين جار كلياتهم هدول شبكاتهم كلياتهم موصولين في شبكة لاسلكية محلية ممتدة هدول كلياتهم في واحد اسمهم ايلان او اكستندد لا تمام كلياتهم مربطات في بعضهم عن طريق الموجهات تمام الراوترات يعني وفي عنا كمان الشبكة اللاسلكية المتنقلة تبقيت الاجهزة المتنقلة هاي هي عبارة عن شبكات لاسلكية محلية تمام بس تستخدم اجهزة الحاسوب المتنقلة يعني تستخدم فقط الكمبيوترات المتنقلة بس بس هلا نحن عم نقول انه عدت لان هدول فرضا انتو عم تبس لا رفيكم من موبايل انتو هذا صار شبكة لاسلكية لاجهزة متنقلة بتصوير هاي تاثرينج بوينت هاي اسمها تمام هاي تعتبر موبايل نتو محمولة طيب فالشبكة اللاسلكية المحلية هاي هي اساس هدول كل ايضم كل ايضم والموبايل كومبيوتر نتو اسمها موبايل نتو رفضا موبايل كومبيوتر فهاي اساس كل هدول الشبكات طبع طيب هلا نحن اخدين هاي من قبل ارجع اذكركم فيها الولان ازا بتذكروا واللي هي الشبكة اللاسلكية المحلية تمام مشي يعني يعني مو الشبكة المحلية لا wireless local area network يعني نكتب هاي wireless local area network شبكة منطقة شبكة منطقة محلية فيكن تقولوا هاي بس هي محلية لاسلكية محلية شبكة لاسلكية محلية هيك تنقل wireless local area network area ذاتها تعتبر بمعنى منطقة بتجهية area أو place نفس الشيفين منطقة تقولوا ولكن area هي الكلمة المصطلح الخاص بهذا الدرس هلا الشبكة لاسلكية المحلية عفوا اتصال لاسلكية بين عدة اجهزة كمبيوترات شخصية محطات اه workstation مسلا كمبيوتر كن عبارة عن workstation السيرفر عبارة عن workstation ال photoshop كذا هم تستخدموه بمكان واصلينه على الشبكة workstation طبعا الاخر الصار بده بده دونت مشان يشتغل زكاة الصناعة اللي فيه يعني هذا ما يسار على اش فهذا اسمه workstation اغلبهم كل المتصلين اسمهم workstation محطات عمل كل هادو كل شي متصل على اي شبكة اسمه workstation تمام ف هاي الويرلس local area network موجودة في منطقة جغرافية محددة يعني لا تتخطى المدن يعني ما تتخطى قرية يعني هيك محدودة مثلا هلا نحن عنا هاي المدينة تمام فالشبكة اللاسلكية المحلية تاخد بس هذا الجزء بتغطي هذا الجزء مسافة محدودة يعني كتير بس نحن عنا جهاز ثاني ومنطقة ثانية منطقة ثالثة منطقة رابعة منطقة خمسة هيك نشرين الشبكات على هالمناظر وينما رحتوا في شبكة نعتبر وكل مكان فيو اس شبكة جوا فيو عدة راوترات العالم اخدنت وواصلتهم في بعضهم عدة راوترات جوا وهيك من هون لهون نكمل وكلها فها هي نحن بالنسبة لها الشبكة او يعني انو محصورة في منطقة جغرا فيها صغيرة محدودة ما بتتخطى يعني فينا نقول ميتين متر ميتة متر فقط لاغير بس فهلأ نحن باستخدام هاي في عنا حرية اول شي في حرية التنقل مثلا ان كانت متر ولا ميتين متر هاللوقات بيكون واحد عم يمشي في مكان وينما راح عنده شغال واي فاي نتورك اذا لاحظتوا فيه اماكن فيه مثلا الشبكة اه كمثال على هاد الشي يعني منكتب منحط اسم شركة مثلا نكتب شاومي واحد شبكة شاومي واحد شبكة شاومي اتنين شبكة شاومي تلاتين كلهم شبكات مفتوحة في الشارع مثلا كمثال على هاد الشي شبكات مفتوحة تمام شلون بيغطوا فيها التغطية تبعيتها بتجي هيك خلينا ناخد هاي الدائرة بتغطي هيك هاي المنطقة تمام بعدين الشبكة التانية بتغطي هيك بعد التالتة بتغطي هيك بحيس اذا وصل بيناتهم ما يفصل يجدد يغير الشبكة فورا وتغطي هاي هيك وهاي هيك وهاي هيك بس على هالحال وينما بتروحوا في شبكات هلا زناجين احنا نقارن بديش في شبكات عنها هلا تلاقوا انه هاي دائرة وهاي دائرة وهاي دائرة وهاي دائرة هيك كلهم شبكات وهاي دائرة وهيك دائرة وهيك دائرة وعلى هالحالة معبّة شبكات صار وينما بتروحوا يعني في منطقة سكنية واحدة بيجوز تلاقوا تخطيب تلاتتلاف راوتر تلاتتلاف شبكيات اما مسلا في الشوارع الشركات الشركات بتعمل شبكات تمام اشتراك مسلا بيشتركوا لعالم شهر مشان وينما راح في الشارع يضل شغال مثل بصين كمثال هذا الشي تجو هيك كمان حاطين بكل فترة او كل مسافة يعني هنين اه راوتر عشان فصلت انت من هذا تتصل بهذا انت بقاعد هون انت تتصل لهون وهيك على هذا الحال فهدول عبارة عن اه توصيل له ومشاركة للبيانات بشكل فعال وحرية تنقل في الانترنت يعني وين ما بروح البواحد ما في دائرة بباقة او اي شي هلا نحن في عنا اشي غير مفهوم احد عنده اشي غير فاهمه مشان ابلش في المفاهيم الاساسية طيب نتوقع في حدا اشي غير مفهوم هلا بالنسبة للمفاهيم الاساسية اللاسلكية هيركزوا عليها مضبوط تمام مشو بيتقلف الراوتر بشكل عام او الشبكة اللاسلكية مشو بتتقلف واحد واحد من داتا تمام داتا هاي واحد خط واحد جنبه اثنين المعدن واللي هي هذا عبارة عن جهاز هلا برحش اشترح لكم عليه خلينا اكتب اول شي طبعا خلينا نحن عندي فكرة احسن خلينا نشرحهم واحدة واحدة شان ما يصير تعقيد فيهم هلا الداتا واللي هي القسم الاول من الشبكات اللاسلكية من اساس الشبكات اللاسلكية تمام يعني مو انه والله جهاز من الاجهيزة لا اساسها لا الشبكة اللاسلكية الداتا متل ما ما عرفنا احنا هي بيانات كلمة داتا يعني بيانات تمام تجيزكم من عديد من الانواع ما بيهم شو كان نوعها هي عبارة عن داتا رح يتم ارسالها لاسلكية هاي احد اساسية الشبكة اللاسلكية وضرورية كل شي ان كانت اشارة راديو ان كانت اشارة تلفزيون صوت كل شي حتى البيانات في كمبيوتركون كلها تعم تنسل كحزم في امواج الراديو هاي يعني نحن البيانات وهاي امواج الراديو عامل مربعات معها وماشي لوين للجهاز المستقبل بالهواء هيك هاي البيانات الداتا تمام فهذا الامواج الراديو من شو بتتألف منطقة كهراطيسية تمام بتشغل حي مثل هده الورجيتكن يعملوا شوي انا طيف عبارة عن طيف هيك مغماطيسي موجات تمام بتشغله لهذا وتبلش بتبث موجات منه هيك من هاد الانتيل هيك انتيل وعبي بس ان كان انتيل عادي وان كان انتيل برج شبكة او اي شيء بالنهاية هادا هيك ف نحن هاي البيانات عم تجي بطيف كهراطيسي وجزء من التردد الراديوي يعني نحن عنا تردد متل ما انه دول ترددات وبينقص بالهرتز هرتز هادول كمان رح نحكي عليهم حكينا عليهم من قبل ولكن ما حكينا شنون بتنقص بعيد الراديو خاصة بالشبكة فينا نبعط اي نوع من البيانات لاستخدام هذا الطيف المغناطيسي الكهراطيسي تمام هاي بنسبة للبيانات واللي هي اول شيء ذاتا في اجهزة الاجهزة الشبكات اللاسلكية ان كانت من هذا النوع ولا من الاخر كله هاتهم بيعتمدوا على نفس المفهوم ونفس المبدأ ما في اختلاف بالمبدأ تبعهم هلا في عنا شيء اسمه المعدل تمام او المدوليشن خلينا نكتبها هون مدوليشن واللي هو المعدل المعدل تمام هلا المعدل يعني التعديل حزم المعلومات تعديل حزم المعلومات تمام الموجودة في الراديو مشان يستقبلها ويرسلها فالمعدل شغلته هون انه بيشفر او بيرمزها لهاي البيانات بيشفرها مشان الوقت بدأ تطلع في الموجة المغناطيسية تطلع على شكل بيانات مشفرة بسرعة طيب هي ما نتعتبر تشفير يعني ما يعتبر تشفير انه حميت كلمة سر او شي لا المعدل هو عبارة عن جهاز مثل بيحول هاي البيانات لبيانات قادرة على ان تنتقل في هاي الموجة الكهرطيسية تمام بس لا غير يعني انه بيجي بيشفرها و بيسويها عشرة خمس ويكتب كلمة سر ويكتب المعدل شغلته يحول البتات اللي عمكن على اللابتوب اللي عم تطلع من اللابتوب كم مثلا الواحد صفر لموجة مثلا واحد صفر واحد واحد صفر واحد الموجة شلو متطلع تستخدم المعدل المعدل بيحول هاي البيانات لبيانات قادر الانتيل يفهم هو يبسها الانتيل الموجود فوق الروتر تمام بترجمها ل البيانات هاي البيانات كهربائية بتحبوا تقولوا عليها لخلايا ما بهم انه هاي معدل هو اللي بترجم هاي البيانات والبيانات المستلمة كمان تمام المعدل هو بترجمها وبدخلها على النظام طبعا الشبكة اللاسلكية اذا المعدل هو شغلته يترجم الموجات والموج اللي رح تطلع كمان يترجمها ويبعتها هي تمام بتبكة عليها التعديل ليستخرج المعلومات منها هلا نحن عنا الشيء الاساسي فيها واللي هي الخلايا الخلايا شو هنن اخبركم على شغلة توز واللي هي الخلايا هلا هلا هل معانين كلمة خليوي من قبل ما صح اكيد شو سبب تسمية هالتليفون خليوي بهالاسم هاد سببه هاي الكلمة الخلايا اللي شايفين كو شايفينها قدام كون تمام هلا بالنسبة للهاتف الخلوي اسمه مسمى بالاصل هاتف خلوي بسبب وجود آلية الخلايا هاي قادر على يستقبل الاتصالات بتخاطب مع هاي الاجهزة بتحمل الخلية يعني ما في داعي يكون منطقة بعيدة ولا قريبة يعني فينه قادر على انه يتصل بهاي الخلايا يعني بيجي اسم هاتف الخلية ويزاة من مفهوم الخلية هاي الموجودة في الشبكات اللاسبكية قبل ما كان اسمه خليوي بعد ما صار في شبكة وانترنت صار ويسموه خليوي لهيك احنا في الوطن العربي زيات عنا كلمة خليوي يعني من زمان كانوا يستخدموه دايما علا صار اسمه هاتف والهاتف هو بالاصل عفكرة في عنا اختلاف احنا عنا شوية خليوي يعني هو اللي بتتصل كان على الانترنت كان تطور انه خليوي هلأ رجعت الكلمة للهاتف والهاتف المعروف عنه كان انه هو الهاتف الارضي اللي لا بيتتصل ولا بيت بس بيتصل لا في الانترنت هيك يعني تغير شوي قلبه الكلمة العربي هلوي مزبوط بتصير ولكن كلمة الخلايا او خليوي هي الكلمة الاصلية بالنسبة لهواتف بتستقبل انترنت اسمه هاتف خليوي هلأ بتقسم منطقة لخلايا صغيرة تمام كتيرة وكل ما بيبعث بيانات الهاتف تبعنا بخليوي هاد او بيستقبل اتصالات بتخاطب مع هاي الخلية الخلية وين بدا تكون موجودة في الهواء في النهاية البراء كانت خلية مضموطسية كهربطسية او شو من كان هي عبارة عن خلايا انتو موجودين هون موجودين هون هيك بيستقبلها هاد الهاتف الخليوي قادل على قراءتها تمام هلأ هلأ نحن عنا الشغلة الرابعة بال مفاهيم الشبك الاساسيات الشبك اللاسلكية واللي هي المحطة القاعدية تمام محطة القاعدية هي موجودة بكل خلية تمام الشغلة هي انه بكل خلية في عنا محطة قاعدية شو بتسوي بتتصل بالهواتف اللي في قلب الخلية يعني وبتاخد معلومات من هاي الهواتف الخليوية كل شي هاتف قادر على تصل بالشبكة هذا سموه هاتف خليوي وفي عنا المحطة القاعدية هاي المحطة القاعدية موجودة في كل خلية من الخلايا بما انه هذا التليفون موصول في الخلايا هاي هاي المحطة القاعدية بتاخد بيانات عن الهاتف يعني بتقدر تعرف معلومات تاخدوا منه وكل البيانات بدي يبعتها هو بياخدون هاي المحطة القاعدية هاي تمام بس شوية حفظ موصولة المستقبلات واللي هي اساس هاي الشبكة اللاسلكية طيب هاي المستقبلات والمرسلات شو بتشتغل اول شي بتنبعت الموجات تبعية الراديو والبيانات عن طريق امواج راديو اسمها RF تمام RF هاي الموجات الراديو اللي بتنبعت فيها البيانات من وين تطلع هاي تطلع من الانتينة هاي اللي فوق هي فوق اي راوتر تطلع هاي الموجات امواج راديو تمام من المرسل تطلع من هاي بنتين بيستقبلها الجهاز اللي اسمه مستقبل زاتا كمان شبيه بهذا الشيء ولكن في اه اصغر من هيك يعني ما بيهم شو الشكل ولكن بيشتغل راديو فريكوينسي طبعا اي اي راديو فريكوينسي كنت يشرح لكم على رايح داخل عليها يعني رحقلكم شو هي يعني معناها الار اف مانه مستعجل عبدالله لا بدي اكتبلكوني انا بس لا ندخل على الموضوع طبعا طيب واللي هو التردد الراديوي تمام هاي معناها للكلمة يعني هلا ما تصير عنا هذا الار اف قادر على استقبال جميع انواع موزات الراديو تمام جميع الانواع يعني حتى التلفزيون اعطيكم مثال عن التلفزيون تلفزيون هدا بتوصلوا في الدش الصحن اللي فوق هذا تلفزيون لاسلكي اصلا بالاصل ليش اول شي ايه انتو عم بتجيبوا السلك وتوصلوا في الدش الجهاز اللي فوق في الريسيفر في تلفزيون تحتو توصلوا من وراء الشاشة وتتفرجوا طيب طبعا هي بالنسبة للأدام هلا صاروا عند انترنت يعني طيب انتو اكيد بتعرفوا انه هدا الريسيفر الكبل اللي عبي دخل عليه من وراء ذاتا جاي من صحن فوق هذا المعمول هيك اذا هذا لاسلكي ديش لاسلكي هذا فما في شي اسمه والله انه سلكي يعني اذا سلكي سلكي يعني خلاص انه سلكي يعني اذا في سلك يعني سلكي لا هذا بالنهاية عبارة عن شيء لاسلكي جاي من الاقمار الصناعية اللي عم تمشي على الارض هلا عدت امثل على هذا الشي صراحة لما رح اشرح كل امثل مشا ما ضيع وقت من الدرس هلا عنا الشبكات اللاسلكية بتسمح لكل الكمبيوترات مع بعض هتتخاطب يعني هلا مثلا عنا هيك هيك هذا الابتوب وعنا لابتوب هون اين اتخاطبوا مع بعض قادرين على التواصل مع بعض بدون اي مشكلة طيب هلا وقت نحن عم نشتغل في الشبكة اللاسلكية متل ما قلت لكم الشبكة اللاسلكية بتغضر حتى يعني تطلع برا الجدرون ولكن في عنا مشكلة نحن في عنا عدة انواع من الموجات اللاسلكية اول شي نحن في عنا شيء اسمه وصائق تمام وصائق اتصال يعني شو هن الوسائق الاتصال كمثال على هذا الشيء الراديو فريقونسي الارف الانفرا انفرا رد في عنا عدة انواع من الموجات اللي بتستخدم وصح فهي الموجات كمان نحن لازم نفكر فيها اسمه وسيط وسيط الاتصال في الشبكة اللاسلكية المحلية هذا الوسيط عبارة عن موجات راديو شو هي نوعه انتو بتحدده شو استخدامه انتو بتستخدمه ولكن هي عبارة عن طريقة الاتصال بينكم وبين الراوتر الموجه شلون ما بيهم البيهم هذا انه اسمه وسيط عملتو سلك عملتو لاسلكي ما بيهم طيب نحن شو في عنا انواع من وصائت الاتصال خاصة شو هي الانواع اللي عنا نحن مسلا كمثال على هذا الشي في عنا الاشع تحت الحمراء اذا تذكروا في التليفونات القديمة كان في ميزة تحطوا التليفون هيك تمام وتحطوا جنبه التليفون التاني عالتمام الزقو في بعضه وبتم قلو غنية من بعض جبار لازم تنقلهم بعض لازم نديروا ع هاي الجيها بشان يلغط ايش اسمها هاي هاي تمام اشعة حمراء لازم ننتجه هدول في بعض دم بعض عاد تمام بشان ينقل البتات عليها تنسخ البتات بتبعتهم عن طريق ضوء هاي اشعة حمراء طيب كلمة اسمها خدنا اكتبها احنا هون انفرا الاشعة تحت الحمراء واللي هي انفرا ريد طيب كلمة انفرا تعني تحت تحت يعني تمام بالنسبة لها دول الاشعة كلمة انفرا تعني تحت واللي هو بيعني ذاته انه نحن في منطقة الاشعة تحت الحمراء ريد معروفة ذاتا لون الاحمر انفرا ريد يعني اشعة تحت الحمراء تمام هلا تردد الاشعة تحت الحمراء اقل من تردد الاشعة الحمراء في الطيف تبع الراوتر طيف الكهروطيسي تمام كهرومغناطيسي فهذا الطيف الكهرومغناطيسي عبارة عن طيف مرئي معنو مثل الاشعة تمام يعني نحن عنا طيف المرئي باختلاف على الاشعة السبب السبب هو انه الاشعة تكون تحت منطقة في الجو ليس في الجو هو تعتبر في مثل بعد اخر فينا نقول ولكن نفس المكان ولكن تحسوا انه بعد اخر عبارة عن اشعاع هذا اشعاع بس لا فينا نشوفها ولا نلمسها ولا شي هيك فهي الاشعة الحمراء موجودة في طيف ترددها اقل من طيف الكهرومغناطيسي المرئي اللي هو هذا لنستخدمها لا فيها وترددها اقل طيب طيف الاشعة الحمراء وين هو وين بيكون بيكون بين الطيف المرئي طيف المرئي نعمل هيك باللورة خاني نعمل هيك بين الطيف المرئي وطيف المايكرو ويف مايكرو ويف يعني الاشعاع الدقيقة او الموجات الدقيقة مايكرو ويف ايه مزبوط هذا تبع الاكل ايه هذا هو تبع الاكل نعمل في يؤكل الاشعاع هيك يستخدم لنقل البيانات والشبكات اللاسلكية مزبوط الحاجة مزبوط جوز هذا يستغرب من كل المايكرو ويف هذا للطبخ ايه ايه قبل ما يصير للطبخ كان للشبكة بس ضار هو هلا ليش عم بيطبخوا فيه ليش بتقدر تطبخوا فيه وبيضر بيقولوا بيضر اذا حطيت ايدك مسلا وبيسخن الاكل بسرعة وهي هلا انتوا لا تنسوا انه هاي التردد تبع الموجات تمام تردد الموجات بقوة على قوة الكهرباء اللي جاي عليه ما صح؟ فنحنا هاي المايكرو ويف اللي عنا في البيت مسلا عم نطبخ فيه ميكرو ويف ليش بيطبخ؟ لانه موصول على الكهرباء عالية بالاصل معطيها واط عالي واط وفولت عالي الفولت ميتين وخمسين لميتين وعشرين ميتين وخمسين ميتين وعشرين فبين هدول اثنين هاي عالية كتير تعتبر هاي قادرة على قتل انسان يعني صراحة ميتين وعشرين قادرة انها تقتل انسان اي اي بريز بالبيت كهرباء بالبيت قادرة انه الظرف الانسان ضرر كبير يعني هلا نحنا بما انه قلنا انه هي بين المايكرو ويف والاشعة المرئية هاي اشعة المرئية ذاتا نحنا عبارة عن اشعة اه بردلها اعلى المسلا كقوة طبعا كله باعتمد على الكهرباء اللي فيه الشحنة الكهربائية اللي فيه هاد الرادار اللي عبي بس هاي الموج تمام فالرادار اذا عطينه كهرباء قوية موجته تبعيه تلبس اكيد رح تكون عالية تمام فهاي النقطة من الانفرار هلأ الاشعة تحت الحمراء الى ثلاث مناطق تمام احنا عنا الاشعة تحت الحمراء بتغطي منطقة واسعة من الطيف الكهر ومناطيسي تمام وبتتقسم لثلاث مناطق او ثلاث طبقات فينا نقول هي على هاد الشكل التالي اول شي في عنا نحنا النير انفرارد انفرارد تمام والفار انفرارد والميد انفرارد هادو الزات اذا سمعتم مضبوط بين يعني النير فار وميد يعني النير انفرارد عبارة عن اشعة الحمراء تحت الحمراء القريبة تمام وهي الاقرب الى الاشعة المرئية بالتحديد اللون الاحمر تمام? ما اضروي دايما الاشعة تحت الحمراء يعني يقولولك انه والله لونة ما كل الاشعة بيقولولك اشعة تحت الزرقاء يعني لونة الزرق. ما اضروي يقولولك ايه. لا. هلا. الاشعة تحت الحمراء البعيدة واللي هي الفار وهي اللي بتكون الاقرب لاشعة المايكروويب. تمام? هاي الفار بتكون اقرب لاشعة المايكروويب. تمام? اما الاشعة تحت الحمراء الوسطية اللي هي المديوم انفراد المد. تنقرى هيك مد انفراد. هي اللي بتقع وين? بين المنطقتين السابقتين. يعني نحنا من شوية عطيناكم هيك هون. هون هيك. قلنا لكم انه هاي الاشعة المرئية. تمام? هاي الاشعة المرئية مسلا. وهاي الاشعة المايكروويب. هلا النير انفراد. وين اقرب? النير اقرب لالاشعة المرئية. ازان بتكون اقرب بتكون اقرب لاشعة المايكروويب. حطهم فار. شو عنا كمان? الاشعة تحت الحمراء الوسطية اللي هي المد انفراد واللي بتقع بين المنطقتين السابقتين. يعني هاي وهاي واللي راح تكون هاي. هو. ميديوم. وسطي لانه. تنقال ميديوم. هلا. في عنا مشكلة نحنا. اشارة الاشعة الحمراء. تمام? ما بتقدر تخترق الجدران. هيطان موجوده في البيت ما بتقدر تخترق. ابدا. او جسم صلد. تمام? ازا تعرضت لضو. ضو لغرفها بالذات مثلا. مو بالذات يعني. ضو غرفة تضعف الاشعة الحمراء بتحت الحمراء. يعني ازا فيه اضاءة شديدة. اشعة تحت الحمراء تضعف. والجدار بيأسر عليها. اي جسم صالد بيأسر عليها. انحطيتوا انتو التليفون مثلا وحبستو بين ايديكن. بيأسر عليها كمان. فكل هاي الامور بتأسر على الاشعة تحت الحمراء. ازا اكست اشارة الاشعة تحت الحمراء على الجدران تخسر نص طاقتها. يعني انت عندك هذا حيط هيك تمام? هذا حيط. فازا اجت الاشارة هيك وانعكست لجوة مثلا تخسر وهم بتكون مية قوتها بتصير هون خمسين. من جرد انعكاس واحد. فرضا رجعت انعكست هون في حيط تاني. شو بدأ تصير هون? خمسة وعشرين. بعدها في حيط قصة هون بنعكس هيك اتناعاش. حتى بجوز اقل يعني. ولكن بتضل تنقص وبتروح بالنهاية قوتها بالكامل. طاقتها كل هادا بتروح الاشعة الحمراء وقتها. هي لانه اشعة لها طاقة. بكل انعكاس تخسر نصف الطاقة تبعيتها. يعني مية لخمسين خمسين لا خمسة وعشرين. خمسة وعشرين لتنعش ونصف. واتنعش ونصف. وانتو نازلين زاتا هيك. وانا نحسب فواصل اللي. فا اه بالنسبة لما داها يعني وثباتها هي ثابتة ايما انه ما ثابتة. ولكن ثباتها محدود. تستخدم في الشبكات محليل صغيرة فقط. يعني شبكات لا تبعد عن اه واحد او اتنين متر فقط. لا بالنسبة للمدى التردد دي تبعه الاشعة تحت الحمراء. هلأ بتروح المدى الترددي واللي هو الهيرتز. تمام? تبعه الاشعة تحت الحمراء بين المية جيجاهرتز. تمام? والتلاتمائة تيراهرتز. تيراهرتز تنكتب هيك. تيراهرتز. فتخيلوا بين المية جيجاهرتز والتلاتمائة تيراهرتز. مع هيك هي ضعيفة. تعتبر ضعيفة. هلأ. سرعتها عالية. ما بلكم من السرعة عالية. ولكن في عنا مشكلة نحن. نظريا بالنسبة لنظريا نها. على حسب دراسات العلماء وهي هيك. اشعة تحت الحمراء قادرة على توفير سرعات ارسال عالية. جدا. بتجزء توصل لعشرين جيجا وعشر جيجا. تقدر توصل لها الدرجة. ولكن بالنسبة لسرعة الفعلية يعني اقل من هيك بكتير. يعني بدل عشرين جيجا بالثاني طلعت معهم عشرين ميجا او واحد جيجا. نظريا كانوا هيك متوقعين وطلعت واحد جيجا. سريعة. شو السبب؟ مشكلة انه هي الاجهزة المستخدمية بسبب هالشي. والله هي كات بتجيب العشرين. بتجيب عشرين جيجا. بتجيب عشرين جيجا بايت بتجيب اللي بدك يا يعني. ولكن ما قلت لكم. المشكلة في تكلفتها العالية اول شي. يعني لانه تكلفة الاجهزة تبعيتها يعني غالية جدا جدا. يعني المواد المستخدمة في تنقية وترشيح الاضوية الاشيعة الضوئية هاي غالية كتير. فهلا نحن عنا عدة انواع من الاستخدامات لهاي. تمام? هلا شو فيها انواع اتصال لشبكات الاشيعة تحت الحمراء. هلا اول شي اللي هو بي تو بي. شو البي تو بي? اللي هو البي تو افهم. تمام? يعني من نقطة الى نقطة. شو ربنا نشرح هادا النقطة بالنقطة? ماذا بدي يشرح الكون يوم وازبوط? كمبيوتر هون. تمام? كنت واجهوه بالتمام. بالتمام ها. في مسلا هيك جهاز اشعة ضوئية فوق. اشعة تحت الحمراء. وكمبيوتر هون جنبه. تمام? كمان في هيك جهاز فوق الى الكمبيوتر. واجه. لازم هاي الاشعة تمام? بتكون متصل بشكل خط مستقيم على التمام في الجهاز الاخر. حتى لو كان على بعد الالاف الامتار. لازم دائما يكونوا هيك. بتجيين بشكل مستقيم. مناظرين لبعضهم البعض. اجباري. تمام? فتقنية النقطة الى نقطة لازم تتطلب خط مباشر. بيسمحها كل من الجهازين. المرسل والمستقبل. انه نشوفوا احدهما الاخر. يعني يروا احدهما الاخر. لازم اجباري هدول يشوفوا بعض. العدسة على العدسة. الضول عم يطلع على الضول عم يطلع بالتمام. لازم بدقة يواجهوا بعض بالتمام. فاذا ما كان اه متوفر هذا الشيء ازا صار ولو كان هيك الاتصال. مسلا انا عندي هيك. مسلا انا عام بعمل هيك. وانتو عم بتعملوا هيك. تمام? وانتو اتصلتوا هيك. هيك ها هيك. مو عد ثمان بالنص. اجت هيك. على الحرف. فشل الاتصال. فقط. لا غير. قد يرجع عملها ولكن هالمرة في المربع هاته. ما فيني احرك هاي تمام مشكلة. هلا على سبيل المثال هاي. لاحظوا. انتو تخيلوا انو انا عم بقلكن. لازم هيتوصلوها في هاي على التمام هيك. فاذا عملتو هيك ها. بس هيك. فشل الاتصال. للاشعات تحت الحمراء. واللي هو هذا اسمه البوينت تو بوينت. يعني من نقطة لنقطة. تمام? هلا النوع التاني من الاتصال اللي اسمه ارسال منتشر او اذاعي. او بشكل العام البرودكاست. تمام? البرودكاست كلوم بيكون اه عبارة عن مد. لا الشعه هاي على اماكن عالية. هلا ما يسال على هذا الشي خلي نرسم لكم اياه. مسلا انا عندي هذا الكمبيوتر. نعم بغاد هيك. ايه فيني عمله. هيك. بهاي الطريقة. تمام? وكل شخص موجود في قلب لهاي. كمثال انه انا هون. وانا هون هيك. وانا هون. هون. بس ما يكون قدام شي يعني انه. هي. كل مين متصل بهالطريقة هذا عبارة عن ضوء مسلط على هدول الاجهزة. كمثال. مثال عن هادا الشي اقمار صناعية فين كنت قوله عبارة عن المثال. بضخ هيك الموجات تبعاته. تمام? على المنطقة هاي. مثلا. ولعنا بتدير الدش من وين تلقط هون تلقط هون تلقط هون تلقط هون بهاي المنطقة. المهم ما يطلع لبرها هذا او يطلع هيك. مهم هيك. واللعب يتصل العالم هون. لازم يوجهه بشكل مباشر لها بدون ما يكون في اي حاجز بينهم ابدا. فبيتصل اكتر من جهاز. يعني مو بس جهاز واحد. لا. فينو اكتر من جهاز يتصل عليها. هلأ. الطريقة التالتة واللي هي الرفلكتف واللي هي الارسال العاكس. تمام? ارسال العاكس شو هو? عبارة عن دمج للنوعين السابقين. تمام? وفي جهاز بيبعث اشعة هاي هيك مثل هادا هو عبارة عن جهاز خليني ارسموها السحيح. هذا الجهاز تمام? هيك راح يكون او بدي ارسمو من فوق انا الصراحة لانه بيكون افضل. جهاز عنده قدرة انه يبعث الاشعة هيك. ويبعث الاشعة هيك. ويبعث اشعة هيك. وهيك على هذا الحال يعني. هون مستقبلين ذاتا. هذا مستقبل وهاد مستقبل. فهاي اسم الرفلكتف واللي هو العاكس. طيب. هون. مين عم يسحب الضو? مين عم يضخ الضو هون? الضو ما عم يطلع من الجهاز هون? لا. مو من هاد الجهاز. وين ذا لم? مو من هاد الجهاز عم يطلع الضوء. لا. الجهاز عم يطلع من هون. من هادول. لقفان الضوء. الاشعة تحت الحمراء. ليش? متل العدسة هو لنا. متل بوري. بيطلع منه ضوء. هيك. هذا الضوء عبي يجي لهون فيه متل مرآعة كسة تمام? في شي اسمه ترانسفيفر هوني. هذا الترانسفيفر بيعمل اعادة لارسال الاشارة تمام? للجهاز المطوب. يعني انا عامل هيك دوير هون. ضربت الضوء هون. هاد الجهاز عنده قدرة على انه يوجه الضوء مرتين لمكان اخر. مثلا بده اكتر من مكان فينا يوجه الضوء لاكتر من ثلاثة اربع اماكن. هاي بالنسبة له النوع الثالث واللي هو العاكس. طريقة اتصال العاكس. هلا اصارت الساعة تسعة وثلاثين دقيقة. خلينا ناخد استراحة عشر دقائق ونرجع للدرس. السلام عليكم بكل هون. نكمل الدرس. هلا بالنسبة للشبكة اه طريق الاتصال العاكس تبعيد الاشارة تحت الاشعة تحت الحمراء. مثل ما انه نحن في عبارة عن جهاز بمنتصف هاي الاجزة اللي عبت توجه الاشارة الحمراء. في جهاز هون بيديره على المكان اللي بدنا اياه نحن. هاي. تسوي اتصال بين اربع اجهزة يعني مسلا الخمسة يعني حسب الجهاز يعني هو بنهاية. طيب. هلا اه هي ارخيصة نسبيا. وكفاة قوية الا انه يعني هي سريعة وكل شيء. ولكن لعبين رئيسيين. مثلا تعتمد على مدى الرؤية. شو هو مدى الرؤية يعني اذا ما كان شايفه قدامك للجهاز. ما فينك تتصل فيه. اجباري ما لازم يكون حتى بينكن جدار. لازم يكون مباشر. بشكل مباشر الاتصال لازم يكون. يعني توجيه مباشر بشكل خط مستقيم. هاي بالنسبة الاشعة تحت الحمراء وهي مشكلة كبيرة يعني. وفي عنا نحنا تقنية الواحد لا واحد او النقطة لا نقطة متل ما اننا نحنا تنقل بس من جهاز لاخر في نفس الوقت لا غير. ما فينك تنقل من جهازين او تلاتة او اربعة لا. جهاز واحد فقط وهذا يعتبر فراحة يعني عيب كبير يعني ما فينك لا نعمل مواقع انترنت ولا فينك نعمل ولا شي نهاية ولا سيرفرات ولا شي. هي كان بالنسبة الاشعة تحت الحمراء. في حد عنده اي اسئلة عن اشعة تحت الحمراء. في حد عنده سؤال. وين الشباب راحوا كلهم. طيب. هلا نحنا خلصنا من اشعة تحت الحمراء. طبعا ندرسهم واحدة واحدة. بس نتعرف عليهم كلياتهم. هلا نحنا عنا اشعة المايكرو ويف. اشعة المايكرو ويف اه يتجزئ من اشعة الكهرومغناطيسية تمام. الى طول موجي اه طويل جدا يقاس بالسنتيمتر هو. تمام. مو بالهرتز. يقاس بالسنتيمتر المدى تابعه. فهم. الى استخدامات كتيرة يعني نحنا. بالابتصالات. تقنية المعلومات. اجهزة استشعار. اه. مثال هذا الشي. اجهزة استشعار عن بعد. اجهزة رادار. وبتستخدم كمان. باللي منعرفه اللي هو المايكرو ويف. هذا طبع الطبخ. تسخين الاكل. بتستخدم فيه كمان. فرن الطعام. فرن المايكرو ويف اسمه. تمام? هاي نفسها الاشعة اللي تستخدم فيه. اتصال ايه تستخدم فيه طبخ الطعام. نصبو. اشعة المايكرو ويف. هلأ. الاتصال اللاسلكي. باستخدام اشعة المايكرو ويف. بيشترط علينا انه لازم نوجه. الجهازين المرسل والمستقبل. تمام? امام بعض بدون عائق بينهم. تمام? اجباري. يعني انا هون قاعد. هي كمبيتري هون. لازم اعمل. توجيه مباشر الكابيتر الاندامي. للجهاز المستقبل. مكان ديش. صحن. او اي شي. لازم اجباري يتوجه بشكل مباشر. ما في عائق بيناتهم. هلأ. بالنسبة لاشعة المايكرو ويف. تمام؟ هي عبارة عن وسيلة. جيدة جدا للربط. بين بنايتين. مثلا. بناية هون. اه. نرسمه مضبوط. بناية هون. تمام؟ وبناية هون. هاي افضل وسيلة الربط بين بنايتين هي انه نحطنا احنا مستقبل. الرسيفر. والمرسل. مسلا على سطح العمارة عنا. مسلا هون. فينا نحطه هون هي. نرسمه هلأ واحد واحد سوان ايه. حط هيك. هون مسلا. ديش لازم يكون متوجه لوين. لا هون. طبعا اه ما الرسم مدقيق جدا. ولكن هيك لازم. نازم يكون متوجهات على بعض. يعني هيك. اجبار. بدون اي اختلاف نهائيا. فدش هون ودش هون صحا مت ما بيقلو له يعني. استقبل وبيبعث البيانات. بتصلوا البنايتين في بعض شبكة الانترنت هون وشبكة الانترنت هون في بعض عن طريق هاي الطريقة. مرسل ومستقبل تمام. بدلا ما يمدوا اسلاك تحت الارض مثلا. خلاص بيحطوا هاد وسرعة النقل سريعة ها. مو بطيئة لا سريعة جدا. ما نهى انه وسيئة لا ما لا كويسة. اه بتفيد انه فين كنتوا تصلوا من بعيدها. يعني من مكان بعيد جدا. في واحد ثاني. كما رسنا في صحن ثاني يعني. من هون الى هون. جزء ثلاثة كيلومتر اربعة كيلومتر خمسة كيلومتر. ما بهم. ما بهم انه لازم هدول يتوجهوا على بعض. هون الالية اللي بتخلي قوة الاتصال هو جودة تصنيع هاد الصحن. يعني اذا هذا نوعه بيعكس بقوة. والجهاز المركب عليه جيد جدا. طبعا قوته هون ومسافته تكبر. جزء ثلاثة كيلومتر. المهم انه بوصل اذا جودة الصناعة كويسة. بيعتمد كمان على جودة الصناعة والنهاية. ولكن اه مثلا بالمي فينكن توصلوا ايه بالمي تحت المي. اه الصحراء. اه شو كمان في عنا مسلا مساحات واسعة. بنايات. هيك المهم انه ما لازم يكون في عائق بيناتهم ابدا. الماء المي تمام ما بيأثر كتير. ايه في تأثير ولكن قليل. الماء بيوصل بينهم هدول بعض. هلا عنا نظام المايكروويف واللي هي اشعة المايكروويف تمام. اه بتتكون من ترانس سيفر. ترانس سيفر. خلي ورجيكم صورة عنه. ترانس. ترانس سيفر. اي 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 ار ترانس سيفر. هاد. هاد ترانس سيفر. واللي هو ويه بيقولولها الابرة يعني. بيقولولها ابرة عنا بالعادة يعني. فهاي عبارة عن ترانس سيفر. بيرسل البيانات وبيستقبلها تمام. واحد بيرسل الاشارة وواحد بيستقبلها. طبقين ضل عنا. طبقين واحد لاقطين الاشارة تمام ضروري اجباري. شان شو. ليش طبقين. نحنا قلنا انه هاي تبعت تمام باتجاه واحد مشكلته المايكروويف. بتبعتك اتجاه واحد يعني انا بعثت هيك. خلاص ما في انه انا ارجع استقبل فيه لهذا الجهاز نفسه. لا بدي يعمل واحد بيبعث. بدي يعمل واحد تاني بيستلم. اجباري واتنينتهم متصلين في بعض. فاذن شلو رح يصير الوضع؟ رح يكون هيك واحد هيك. هذا مرسل على هاي البناي. هذا مرسل على هاي البناي. تمام؟ رح تجي هاي هيك. في هون مستقبل. تمام؟ هذا مستقبل. البيانات تجي كلها بيحملها وبياخدها للجهاز. سنزل للكابل لا تحت. بعدين في الكابل التاني جاي. موصول في شو بالمرسل تبعها البناي التاني. هذا هيك بيبعث. وهون كمان نفس هداك الطرف. بيستقبل البيانات وبياخدها. بيوصلها على السلك وبيروحوا على شبكة الانترنت. يعني لازم يكون عندنا في طبقين اجباري او صحنين. ديش كرمال. يسحب البيانات ويرجع يرسلها. بدون هيك ما فينا نستقبل البيانات ونرسلها. يا اما منرسل يا اما منستقبل. واحد منهم. فكل طبق وظيفة لواحدهم. كل طبق منهم له وظيفة. هلأ عيوب المايكروويف بيعتمد متل ما اننا كمان على مجال الرؤية. يعني ما لازم يكون في شيء قدامه. ابدا. فاذا صار في عنا شيء قدامه. ما بيشتغل. مثلا كمان عنا ولازم اجباري يكون بخط مستقيم المايكروويف كمان. يعني هذا هيك. لازم توصلوه تقريبا يعني خط مستقيم. هيك. تقريبا. حتى لو اجت لهون شوي. او هيك شوي او هيك. معلش. موم انه ضمن هاي المكان هيك. هذا. ضمن هذا المكان. اما هون ما بتشتغل وهون ما بتشتغل. هاي بس بتحاول اه تجمع الاشارات هون. هلأ. عيوب الثاني انه ارسال بالتجاه واحد. مثل ما انه لازم نجباري طبقين لحتى نغبر. نبعط ونستلم اجباري. يعني اذا بنا نعمل شبكة بنا وبناية تانية. بنا وبناية تانية اذا بنا نبعط ونستلم كل شي. بدنا اربع اطباق. كل بناية طبقين. واحد لارسال واحد الاستلام. هالطريقة هاي. هلأ احنا عنا. في حدا عنده سؤال عن اشاعة المايكروويب. في حدا عنده اي السئلة تخص اشاعة المايكروويب. اطبقى في حدا عنده السئلة. طيب. هلأ. هلأ نحنا خلصنا من اشاعة مايكروويب. رح ندخل على امواج الراديو. اشعب الله تمام. امواج الراديو. احنا عنا. تنقاص به هرتز طبعا اللي صنعها. هو هرتز. امامه وماكسويل وفارادي. والتليغراف هو ذاتا اول مرة استخدموا في هاي الاشاعة. هاي الامواج. اللي يصممها ذاتا اسمه ماركوني. طيب. امواج الراديو او اشعة الراديو. اه. الى اكبر طول موجي في الطيف الكهرومغناطيسي. يعني اطول مسافة تقتر تتصل فيها. بلوز بين قمر صناعي و جيش. مكان قمر صناعي تاني. ولو كان بعيد كتير. بتتصل فيه قادر على الاتصال بدون اي مشكلة. تمام. هلأ. امواج الراديو. بما انه طول هالموج كتير. تستخدم في نقل الاصوات واشارة التلفزيون. التليفون الانترنت. كل هاي البيانات. تنبعت عن طريق هاي الراديو ويف. وبترجع بنفس الوقت. تمام. هلأ. الاتصال الراديوي اللي عنا. اللي عم نستخدمه نحنا. بيشتغل متل ما هو اللي عم يشتغل هلأ بشبكة الإذاعة. اذا بتعرفوا شبكة الإذاعة هي بيقول لكم انه حطوا التردد تسعة ستة فاصل ثلاثة. بس المرسل بيبعث البيانات وبيقلكم على تردد اجباري لحتى تاخدوا هاي البيانات. هذا مسلا تستة وتسعين فاصل ثلاثة. تمام؟ فيعطيكم تردد معين لحتى تستقبلوا في جهازهن انتو. ولكن ما فينكن انتو تبسوا. فينكن تستقبلوا بس ما فيكن تبسوا نهائيا. تمام؟ فإجبار لازم ينضبط هذا التردد فرضا مع الإشارة اللي جاي. إذا ما مضبوطة عليها نفسا ما بيجيها. لأنه كل جزء يبعت على أكثر من تردد مو واحد يعني. لازم يتوافق الجهاز المستقبل تردده ليتوافق مع تردد الجهاز المرسل مشان يقدر يستقبل هاي البيانات والإشارة. هلأ الاختلاف الوحيد بين الشبكات الكمبيوتر اللي عنا وشبكة الإزاعة هو الشبكة الراديوية تمام؟ أرسل البيانات بس ما بتأرسل رسائل صوتية مثل شبكة الإزاعة. يعني نحن عم نرسل بيانات صفر واحد صفر واحد واحد صفر اثنين وهيك كذا كذا. أما شبكة الإزاعة اللي هي تبقية الراديو هذا اللي احنا نسمى عليك إنها من زمن تمبعتك صوت بيانات صوتية نظامية تمام؟ يعني هرتز بنقاس بالهرتز هذا الصوت نظامي يعني. تعرفوا زيان الصوت بنقاس بالهرتز فهنا عم يبعته كان الصوت بعت نظامي مو صفر واحد واحد صفر لا. عم يبعتوه بالهرتز النظامي. أما الشبكة الراديوية اللي نحن عم نستخدمها هلأ تبعت صفر واحد واحد صفر وما بتصير للإزاعة هاي ما بتصير. إلا إزا أنتو طممتو تطبيق أو برنامج أو أداة ليصير هذا الراديو ما عاد يشتغل بالهرتز يصير يشتغل بي ال واحد صفر واحد واحد كذا كذا وهي. حتى إزا لاحظتوا أنتو الموجات وتلعب تستقبلوه أنتو فتجي أحيانا في تشويش على الصوت. ما صح؟ طيب إزا فكرت بالموضوع زالتو أنا عم بيجيني واحد وصفر وصفر واحد وهيك. راح تلاقوا أنه هاي مع هي اللي عم تجي ليش لأنه في تشويش على الصوت أوقات. ما صح؟ في أوقات تشويش على الصوت. فشو سبب هذا؟ السبب لأنه هذا ما بيجي بالأصل بهي الطريقة. ما بيجي بهي الطريقة. بيجي بطريقة الصوت الثابت. لا فينكم لا ترجعوا لورا. إلا إذا كان عنكم الموبايل هو بيحفظه كم سانية أخرات. بتعتمد على الموبايل هاي. وما فينكم إذا صفيتوا الصوت وإذا ما صفي الصوت خلاص راح. لأنه هو الصوت مباشر عم بيجي بتعالج بمبعث لعنكم على شكل صوت عادي. مثل صوت إنسان نظامي. تمام؟ مثال على هذا الشيء أنا وقتل عم بيحكي معاكن هلا. لو عم نحكي وجه لوجه. صوتي ما عم يجي كصفر واحد وصفر واحد وواحد وواحد صفر واحد. ما عم يجي بهذه الطريقة بيحكي قدامكم مباشر ما صح وجه لوجه. ما راح يجي هي. شون راح يجي؟ راح يجي عبارة عن اهتزازات صوتية بحنجرة وبيطلع من جسم الإنسان. بيصل لأذنيكم اللي بتستقبل بالترددات هاي. اهتزازات. تستقبلها وبتبحصها وبترجمها للصوت اللي بيخاموه. فنفس الشي هاي الراديو الإذاعي. مواجر الراديو الإذاعية ها فقط. كمان تشتغل شغل الحنجرة. تبعت الصوت من هون هيك تبعته كالترددات. انه انا هيك. تبعته هيك. توصل لعندي انا على التليفون. كمان هيك. والتليفون بترجمه ذاتا لصوت عادي. فما في داعي حتى للترجمة يعني كمان الصلاحة. بيشتغل فورا على البفلة. الآن هستو بيقول لكم انه وصله. السماعة لتشغل الراديو إجباري. لحد الآن. توصل السماعة ليشتغل الراديو. كانت أجهزة فيها جهاز بيستقبل الراديو. بدون تحط السماعة. ولكن ضايفين لو بيكونوا جواته الجهاز المستقبل. أما الجهاز المستقبل بالنسبة للراديو هو السماعة بيصير. لماذا؟ من قادر على التقاط مجالك المغماطيسي لأنه فيه مغماطيس هون. من قادر على التقاط. هذا عبارة عن أنتينة. تمام؟ قادر على التقاط هاي الموجات. فإجباري هاي لازم تنوصل حتى يغضر الواحد يسمع الراديو. الراديو والتلفزيون والأقمار الصناعية بيحدا عنده سؤال عليه هدول. تمام. هلا في عنا نحن تقنيتين من انظمة الراديو هاي. في عنا شي اسمه سينجل فريكوينسي راديو واللي هو انظمة الراديو الاحادي التردد مسلا سينجل اف ار تمام? وعنا سبريد واللي هو المنتشر سبريد اف ار فانظمة الراديو الانتشاري وانظمة الراديو احادي التردد تمام? هلا بالنسبة لانظمة الراديو احادي التردد تبعية العمل العميل تبعا بتستخدم اي تردد بينتمي ل مدى تبعا اللي هو الراديو فريكوينسي يعني نحن الراديو فريكوينسي اللي هو ال ار اف اي تردد تمام? بينتمي لمدى الترددات الراديوية هاي قادر على انه نستخدم فيه السنجل راديو اف ار اف راديو فريكوينسي ار اف عبقون راديو فريكوينسي انا عبكتب اف ار ار اف نحن انظمة الراديو احادي التردد تقدر تشتغل باستخدام اي تردد بنتمي لمدى الترددات الراديوية اللي هي الراديو فريكوينسي راينج يعني مدى الرينج يعني مدى لما? وبشكل عام بتستخدم شبكات الكمبيوتر المدى العالي تبعها يعني من طيف الترددات الراديوية يعني كمبيوترات نحن والجميع الشبكات عبتستخدم اه المدى العالي من الطيفات يعني بوسط بالنسبة للجيجا هرتزات يعني اذا بدي احسبها فراحة تطلع عشرة واستسعة هرتز اه هيك كنت احسبوها جيجا هرتز او لازم يكون في جين هيك لحتنحسب عشرة واستسعة جيجا هرتز يعني انتو حسبوه في داعي لكم زاتا هلا وهذا الشسبب زاتا لانه بتوفر معدلات ارسال اعلى للبيانات يعني طالما الجيجا هرتز تبعها عبقولو انه عشرة واستسعة اذا هذا اه شيء كبير كتير يعني مو قليل يعني انتو احسبوه شوفو داش دي طلع الناتج يعني الناتج عن جد اه سرعة كبيرة جدا هاي موجهة الراديو حتى دليل على هذا الشيء من زمان ولهلأ اذا بتلاحظو تحطو الدش او الصحن وتتفرجو على التلفزيون الارضي غير تنا نتفرج عليه اه بالصحن متصل بالقمر صناعي النايلسات او يهدون واصلنا زمان ما شفونا النايلسات لانه النايلسات هم انا موجود زمان احنا ما بيغطي منطقتنا هلأ هذا القبر الصناعي وقت لعب يبعط البيانات من زمان لهلأ قد ما زبطوا الكاميرا في التلفزيون وزبطوا الدقة العالية وهيك تجي دقة عالية فصح شو السبب سبب نقل نقل البيانات سريع جدا لسه اسرع من الانترنت تلعب يجعل مكرا على البيت فانحنا وتلعب نتصل التلفزيون في قمر صناعي بتلاقوا ما بيصير تعليق نهائيا في الفيديو واول ما بيكون عب يعير التلفزيون شخص فوق المصلح مثلا بيجي بيزبطه وبيركبه بتلاقوا انه من جرد ما يديره شوي بتجي فورا الصورة اه التقاط للبيانات سريع جدا جدا يعني جزت توصل سرعته للواحد جيجا بايت بس دانية اه اه ما ما حسب تون الصراحة ولكن سرعته كتير عالية فحتى التلفزيون ولو كان بدقطه الفور كيها تجي بسرعة خارطة بدون اي تعليق هلا بالنسبة له انظمة الارسال الراديوي سهلة التركيب تمام واعدادها سهل بس استخدام الطاقة تبعها كتير عال يعني مشان تغطوا مساحة كبيرة يستخدم كهرباء او طاقة بشكل كبير فكل ما بتكون تعلوا المسافة تبعيتها او المساحة المغطاة اول شي بدنا نرفع الجهد الكهربائي فيها جباري بتعقد اكتر من الاجهزة التانية لانه بتستخدم اجهزة عالية الجهد تمام ودايما بدها صيانة مستمرة يعني انتوا تخيلوا عا بتتعامل مع شي بياخد الف بولت تمام اذا شفتوه من قبل اه تي في تشانلز ستاتيلايت رسيفر شفتوه اذا من قبل انتوا شايفين اه لا لا يلكن صورة عنهم على السريق هذا مهولة ده واحد احسن هذا ممثال على هذا الشيء شايفين ما اكبره هذا هذا كبير كتير ها مصغير هاد هاد مثال على الشيء اللي عم بيحكي عليه انا تمام هاد من ضخامته مو كبير كتير هو فهذا بتطلب طاقة عالية جدا شفوا اديش ضخم هاي المنطقة كله هاته جواته اللي عبتم بعد فيها الاشارات بده اجهد عالي كتير لدرجة انه عاملين فيه غرفين كتير ما اجهده عالي يعني للصيانة للتحريك التحريك اوتوماتيكي مشان يضلت يلاحق القمر الصناعي وين ما راح مشان ازا اختلف شوي وبتعد شوي يضل يلاحقه بحيث انه القمر الصناعي ما تقل اسرات الاتصال بينه وبين القمر الصناعي طب شو اللي بيأسر على اسرات الاتصال هون ازا بععد هذا شوي نمسا هو هيك لازم يكون تمام ازا بععد شوي صغير عنه هيك بدل ما يجي على تمام هذا جوز ينقص لكم تقريب ال خمسة وعشرين بالمية من السرعة جوز ينقص لكم خمسة وعشرين بالمية من السرعة جوز ينقص السرعة بالكامل ولكن هذا بيعتمد على هذا بيعتمد على بعد هاي النقطة عن هاي فهي هون صايرة هندسة صراحة شوي ليش؟ هلا ازا قربتوا هاد الابرة هاي لهون تمام؟ واجيتوا انتوا تعكسوا هاي الاشارات من هون هيك لهيك بتلاقوا انه المساحة قلت بصير الارسال هيك تمام؟ اما ازا هو هون وهي عم تيجي هيك وهي عم تيجي هيك شو هون الارسال؟ عم بيصير الارسال هيك اقبال وارسال فشوفوا الاختلاف من هيك لا هيك وكل ما بتعدت اكتر طبعا هدا بيعتمد على الجهاز يعني ازا الجهاز قوي كمان فينون يبعدو اسل هون تمام؟ مشان تبعث هيك او هيك وهيك وبعدين تبعث هيك وهي هيك طبعا عم تنعكس شو هون عم تنعكس؟ هذا السطح اللي هون بيعكس هاي الاشارات المكرماء الماضيسية قادر على عكس الاشارات تبعيتها لهيك عم بيقولوا انه بيتطلب صيانة دائمة وهو طاقة عالية كبيرة جدا مشان ما يصير اي بطء في الشبكة مثلا هذا صغير ديش تيفي تمام؟ هذا الديش طبعا هو بالانجليز اسمه ديش كمان صغير هلا هدا بيعمل هيك وبيعمل هيك بس لا غير بس صغير كتير وانتو لو تقارنوا بهذاك هذاك هيك يعتبر بالنسبة لهاته يعتبر هيك وكمان المادة المصموعة منه هاد بيأثر على هذا الشي المادة المصموعة منه الجودة تبعيتها كله بيأثر على سرعة الابتصال هاي اذا هذا ما نقويس ما فينا نستفيد شي من الابتصال الكامل هلا منها سوف هاد هون هنشوف هاي مسلا قفة نفتحها هوا تلعمل شوف هلا نزم لاحظين كاتب له هون ادعش الف تلاتمية ستاة وشرين ستاة الاف عمودي هاي التردد هدا اللي عاطينهم يا تردد القناة تمام تذكروا ان دول موبالس تذكرون انتو يعني ولا لا اذا اه تعاملت معهم من قبل لازم كنت تعرفون هدول ترددات من القنوات نحن يعطونا نروح نسأل جيران انه عنكم تردد القناة كذا وناخدها من عندهم بعدين نزلة عنا على 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 الرسيفر ونعمل بحث مشان نستلم هذا التردد ونحفظ القناة عنا ننزل هذا القناة نتوارك نيم ما في شبك هذا متصل في الدرش مباشر الاشارة واحد وستين بالمية شوفوه شغالة الدقة خمسة واربعين بالمية الرزوريشن سبمية وعشرين خمسمية ستة وسبعين الترانسبوردر الترانسبوندر هذا نفسه ذاتا ال طبع العنوان طبع التردد تردد متل التردد الرادي يعني مفصلة بيناتهم خلينشوف هاد او هاد نحظوا هاي البوكس بي بي سي دابليو هدا اه افقي افقي ايه افقي ها هوريزنتل اتش يعني افقي والفي كانت يعني عمودي ووريزنتل تين وتسعين بالمية والسينة الكواليتي ستين بالمئة. ياريت في واحد منهم عبي طلع البتات اللي عبتجي. بتبرجيكم يون. كان عندي واحد عين يطلع البتات. البتات عبتجي. مسلا نشوفه. هاي الفريكوينسي. عبي اقول انا عم بتجيني. 10600 ميجا هرتز. بالنم بي. تردد النم بي. والترانس فريكوينسي عم تجي عنده اده 10850 ميجا هرتز. هدا كيلو اه ما بعرف هذا الصلاحة شوه اربعة واربعين الف كي اس بي اس. كيلوز بر سيكن معقولة اربعة واربعين ميجا بالثاني. ما بعرف. فيديو بي اي دي. وهدول ما نعلاقه فيهم احنا. هدا تبع الصوت. بس يعني انتنسيتي شوه اربعة واربعين اللي تبعيتها. وتبعيت الجودة. نين وثلاثين يمكن كان احبوبها. صاوش. هدول عبارة عن ترددات والكل تعامل معهم بيوم من ايامه ذاتا. كلها تعلمنا معهم. تعلمنا فيهم واشتغلنا عليهم. اتمنى لو كان في شيك مثل. هدا الريسيفر بنوصل فيه. ما في شي. طبعا في عدة اقمار صناعية كان كل واحد فينو يقلب على اقمار صناعي. في عالم تقلب على التركي. في عالم تقرب على العرب سات. آآ في كتير آآ هاي. التركي تركسات اسمه. فكل شخص كان يقلب. بتذكر كتير عالم كانت تقلب يعني الجهاز. في اجهزة اوتوماتيكية مثلا كان عنا واحد اوتوماتيكي نحن. بس تختاروا القمر ويقلبوا لحاله يعني. بس بتكون تعيروا مصبوب بالبداية على احد الاقمار. والباقي هو زاتا. جرما تعيروا على احد الاقمار بشكل صحيح. هو بيعرف اماكن الاقمار الصناعية التانية بعدها. فانه ساب ذات النزال. بالمدار بيضلو هنن. فبيقلبوا على مدار القبار الصناعي الاخر. هلا كل ما ارتفع التردد تبع الهرتز كل ما قوة الاشارة صارت احسن. يعني هذا الشيء اسمه التوهين تمام? وهن يعني ضعف يعتبر. فنحن كل ما قوة الاشارة المرسلة والتردد عالي اكتر كل ما ارتفع التردد وقوة الاشارة كل ما صارت توهين اضعف. يعني كل ما ضعفت المشاكل هاي بتسوي اه باعفي الاتصال وهي ان شاء الله. توهين ويعتبر متل تشويش او خطب في ارسال البيانات وهيك يعني او نقص في البيانات. بالنسبة لاجهزة الراديو تردد الاحادي تمام? رخيصة تستخدم تردد مخفض وقوة محدودة يعني تمام? اه فيها معدلات توهينة عالية يعني فيها كتير ضعف بيصير اه لهيك ما فينا تغطي مساحة كبيرة وما فينا تدخل من الاجسام الكثيفة والمصمتة. يعني نحن عنا ازا في عنا حيط تدخل منه اه ولكن تضعف قوته وتتطلعوا لبرة بتحدوا ع السطح تيجي بشكل جميل جدا بدون اي مشكلة بس تدخلوا ع البيت تلاقوا انه التغطية ضعفت او بتلاقوا انه الصوت راح على الاخر. هلأ بالنسبة لاجهزة الراديو الاحادي التردد كمان تمام? تكلفتها لنا اقل نحنا من الوسائط الاسلكية التانية مثلا الاشياء الحمراء تحت الحمراء وهي الوسائط التانية اللي بتشتغل هاي وبتشتغل بترددات منخفضة جدا هاي الاحادية كتير منخفضة تمام? مو كتير كتير ولكن ترددها اكثر انخفاضا من الاشياء الحمراء تمام? وما بتتجاوز قوة الاشارة تبعيتها اكتر من واط واحد. الواط اللي ما بيعرفوه هو للكهربا تمام? جهد في الكهربا. فمثلا نحنا عنا بدون الواط ذاتا اه حسبوا عنا مئتين وعشرين الكهربا فولت تمام? نعطي مثال. وما في واط كتير. فشو هون راح يصير? حقل الامبير. حقل جباري الامبير في الشباب. ديش? سنضربوه بتكون تطلعوا قديش الفولت وتحسبوه الواط ضرب الفولت تمام? مشان شو مشان يطلع الامبير. فبسلا نحنا عنا هلأ ستاعش مسلا او عشرين. نجي نشوف قديش الواط? الواط عفاهي ما نقسمها. يا عمل ايه انا بكت استخدنا الاحسب مشان شواحن الكمبيوترات. اه لو شواحن الكمبيوتر هلا هون ورا الطاولة هو المشكلين. طلعوا اه احسبوا وراء بطلع الكنية. بس مو مشكل مرة جاي ان شاء الله. وزاتا ما خلصنا من هذا الشيء انا هكمل فيه. ومالو علاقة زيادا بالدرس كتير يعني. ولو علاقة بالكهرباء. ولكن حبيت يعني انه اخبركم انه الفولت بتقسموه على الواط. مدري الواط تقسموها الفولت ولكن انا رح ابعثكم اياها وارجيكم اياها بالرسل قادم ان شاء الله. ان شاء ما يكون فيه غلط في المعلومة. بما انه هو ما نوجهه منه يعني بالنحية. لازم راح يتعلم هيك شاء الله. هلأ تتراوح سرعة نقل البيانات في الشبكات الراديوية احادية التردد تمام احادية التردد. بين واحد ميجا بايت في الثانية والعشرة ميجا بايت في الثانية فقط. تعتبر اشارة الراديو احادية التردد عرضة للتدخل الكهرومغناطيسي. مظبوط. اذا جهاز تشويش كهرومغناطيسي اجع على الساحة. بيفصل جميع هاي الاجهزة الاخرى. يعني اذا في رادار جنبكم اخر. وعنكم رادار انتو كمان حالي التردد. ومروا من بعض هادون الموجتين بصير تشويش. مثلا نحن عنا هون واحد. تمام? هون عبي بس واحد. والتاني هون. ضربوا في بعض. لقوا. ضاعت البيانات. ليش? ما عنده عنوانة وهيك شغلات يعني. مثلا هون واحد وهون واحد. واحد عبي بس هيك. تمام? واحدة بس هيك. وان شو رح يصير هون في هاي النقطة رح يصير في عنا شربكة او مثل تضارب في البيانات. في الموجات كرما ويسي. فاي تدخل اخر من ترددات اخرى واي شي بيأثر على هاد الشي. وهذا شي طبيعي ذاتا مثل الراوترات. فيه قنوات بس مشان يحلوا هاي الشغلة. شي طبيعي جدا جدا يعني. هلا بالنسبة للتردد ما خفض طبعا اكتر شي يعني. الداخل مع الموجات طبيعية مستهدكين يعني متل اه اجهزة التحكم في المنزل كتروني الذاكي مسلا بيأثر على هاد الشي كمان. هلا. فيه شغلة احد العيوب اللي فيه واللي هي. اعتراض الاشارات واللي هي حكينا عنه فيها اي اي شخص اي اي رادار تاني فينو يأثر عليها او اذا مرع فيه رادار تشويش بيقدر يأثر عليها بسهولة تامة. والمشكلة التانية واللي هي تجسس عليها لهاي الانظمة كتير سهل. كتير. اسهل من اي نظام اخر للتجسس. سهل جدا. بس اذا عرفتوا رمز تردد الارسال خلاص. عرفتوا ذاتا. ايش عا بيصير في هاد التردد. كمثال على هذا الشيء القبضة مثل ما بيقولولها اللي هي هيك. هون في الشاشة. والزرار. وهون في دوارة. هاي بس هم يقولولها قبضة تمام? حطوا التردد هون على الجهاز تكتبوه هون للتردد. وهي بتتستقبل. فهاي خرج الواحي كمان يضل يدور على الترددات ويتجرب ترددات. لحتى يضقط واحد شظال. في حد عا بيستخدمه. فالترددات موجودة هاي فيها. هاي مشكلتها يعني. طبعا مداها بيختلف حسب الجهاز ونوعيته. اه ولكن كلياتهم قادرين على انه يتجسسوا على بعض باستخدام هاد الترددات المكتوبة فيها. تمام? طيب. في حد عنده يسؤال. عشان بلش بالانتشارة. خلصنا له هادي. دول ١١١ دقيقة للدرس. فبلحق اشرح هاد. بلحق اشرحه تمام. هلأ بالنسبة لشبكات راديو الطيف الانتشاري. واللي هو سبريد سبكتروم. سوى اللي اتتبه هون. سبريد. سبكتروم. راديو. واللي هو اسمه راديو. وين العربي? راديو. الطيف الانتشاري. تمام؟ او متعدد الراديو الترددات هو بالولو كمان. فهي التقنية هي اللي هلأ عم نستخدمها في كل الشبكات اللاسلكية. هاي اتطورت في اول مرة وين. هاي معلومة مهمة. طورت جيش الامريكي في الحرب العالمية الثانية. ليش؟ لا يمنعوا التجسس على الارسال الراديوي. عشان يمنعوا التجسس على الراديو. اخترعوا هاي اللي سبريد سبكتروم راديو. راديو الطيف الانتشاري. تمام؟ وهلأ حاليا يؤثر استخدام عنا في مجال الشبكات اللاسلكية. ما بيقدروا عليها التجسسوا لجميع كلياتهم. فالشبكات الراديو الطيف الانتشاري استخدم عدة ترددات. مو بس واحد وحادي التردد. لا. عدة ترددات مع بعض لتبعات بيانات. يعني نحن مشان ما نبعث الواحد صفر واحد واحد في خط واحد. مثلا نبعث هاي البيانات في خط واحد. لا. نبعثها في عشر خطوط مشان نضيع البيانات. تمام؟ بالنسبة للبجد يتجسس. ولكن الطرف الاخر بيفهم كيف يفكها. بسهولة تامة. تمام؟ فبيقلل المشاكل هاي اللي موجودة كانت في الارسال العحادي. التردد العحادي. عحادي التردد. تمام؟ هلأ في عنا تقنيتين بهدول بهاي الراديو الطيف الانتشاري. متل ما كان عنا تقنيات بهدول. في عنا كمان احنا تقنيتين في هاي. فانين تقنيات جميلة الصراحة يعني. افضل ان هذات. لانه منطقية اكتر. اول واحدة اللي هي التتابع المباشر. واللي هي Direct Sequence Modulation. تمام؟ خليني اكتبها. اول شيء. التقنية الاولى. واللي هي Direct Sequence. Modulation. واللي بتعني التتابع المباشر. خلينا اكتب هاي حاجة هلأ. بعدها من اتباه في وقتها. هلأ. تقنية التتابع المباشر طبعا التانية اللي هي اسمها Frequency Hopping. واللي هي القفزات الترددية. فحشرحة بس وصلت لعندها. تمام؟ هلأ. بالنسبة لله التتابع المباشر. اكثر استخدام من التقنية الاخرى اللي اسمها Frequency Hopping. ليش؟ التتابع المباشر بتأرسل بيانات اللي حكيت لكم عليها مبارح ذاتا. التتابع المباشر هاي بتأرسل بياناتها مشفرة. يعني بدل ما تبعت بتردد واحد عم تبعت بيعدة ترددات. تمام؟ هاي اول شي. اثنين هاي ترددات البيانات اللي فيها مشفرة. ثلاثة فوق كل هذا الشي مشان ما يفكوا التشفير. شو سووا كمان؟ ضافوا بيانات مزيية في اسماء الارسال. يعني انتو عم تبعتوا واحد بالعادة. عم تبعتوا اثنين ثلاثة اربعة. بتكون توصلوا للشخص الاخر انو الرقم اللي بعتوه هو واحد اثنين ثلاثة اربعة. تمام؟ هاد الراديوش بيسويه بياختها لهاي الواحد اثنين ثلاثة اربعة. للك تمام. مو مشكلة. شو بيسوي؟ بيروح بيعملها واحد صفر اثنين مثلا اه وبيكتب له زد. زد مو اثنين هاي. بي تلاتة عشرة اربعة مثلا. فهاي وقت اللي بدو يجي عم يتجسس بديفك تشفيرها هاي بدو يلاقي انو هاي غير منطقية هاي. كيف ديفك تشفيرها هاي غير منطقية. ليش؟ لانو بالاصل هادول البيانات اللي هنا نطلع من عنكن الحقيقيات. تمام؟ الاربعة والثلاثة والاثنين والواحد تمام؟ هادول اجوا من وين؟ اجوا من هاد الجهاز المرسل. هو حطهم. هادول. زد بي والصفر هاي. من حطهم الجهاز المرسل. اللي اسمه ذاتا تقنية التتابع المباشر. Direct Sequence Modulation. تتابع مباشر. فهذا التتابع المباشر. كما قالت بتضيف بيانات مزورة على كل شعب تبعثوا انتم. تمام؟ شان شو؟ ما لها فائدة. ما لها فائدة هاي البيانات مزورة أبدا. بس مشان نتضلل الأجهزة اللي عم تستقبل تمام؟ غير المرخص لها. يعني مثلا انتم ما بتكون حدا يشوفها هاي البيانات. ما نكون مرخصين لحد يشوفها. بس هذا الشخص ينشوفها. فهذا الجهاز ضابطي متنتهم على تردد. وشان يفهموا انه مين المزيفة ومين المانها مزيفة تمام؟ فقط بيستلمها ذاتا بيطلع المانهم مزيفات. وبيستخدمهم. هلأ نحن حكينا انه تستقبل هاي البيانات لأجهزة فقط المرخص لها. يعني المسموح لهم بيستقبلها. اللي حاول يتجسس او يسرق هاي البيانات رح تجي بيانات ما لها معنا منضلة ما فيش نهائيا له فائدة فيها. هاي اسمها بيتات مزورة. تمام؟ واللي اسمها شيبس. شيبس يعني شرائح او بيتات مزورة. انهم يسموها شيبس. بيكون تسموها. بتكون يا بيتات مزورة او شيبس. ما بينسر. هلا بالنسبة للتقنية التانية اللي هي القفزات الترددية. هاتل اشرح الوانية. طبعا هاي ما مستخدم ادل تتابع مباشر. ولكن احنا لم نشرحها يعني. هاي نكتب العربي طبعا والشي قفزات الترددية. واللي اسمها بالانجليزي فريكوينسي. هوبينغ. والدرس هذا شوي نظري. يعني الصراحة اشتقت للبرمج وكتاب الكيبورد عليه. هلا. بالنسبة لتقنية القفزات الترددية. واللي هي الفريكوينسي هوبينغ. الاشارات اللي فيها بتنتقل بسرعة من تردد لآخر. يعني نحن تمام عدة ترددات. تمام. ولكن تنتقل من هون لهون بسرعة. بترجع تنتقل لهون. بترجع تنتقل لهون. بتبدل. بترجع ترجع لهون. بترجع لهون. بتجي لهون. بتضل بتاخد من مكان لمكان آخر. تمام. وفي متفاهم مسبق بين الجهاز المرسل والجهاز المستقبل. على انه كيف هاي البيانات رح توصل بالنهاية. فيعني نحن وقتل عم نبعت هاي البيانات. عشان ما يتنصف عليها. بيضلوا بتبدلوا مكان هون. تمام. بتكون هون بتصير هون بتصير هون هي. ولكن. البيانات رح توصلها عند المستقبل بيعرف كيف رح يرتبها. يعرف ليش. لانه هادا بعث له طريق الترتيب. بعث له اياها معن. البداية. اشخاص تاني ما بيقدروا يقروا هاي طريق الترتيب. لقد. اللي مرخص الو فينو يشوفها. فهذا التفاهم المسبق بين الجهاز المرسل والجهاز المستقبل بيستخدمون نموذج معين تمام. بشان ينظموا هاي القفزات بين من تردد لآخر. والقفزات أو الأحرى يعني التوقيت الزمني بين كل قفزة والأخرى. كل هاتوا تفزول. بيفصل بياناتها. كله هدا منظم بياناتهم بشكل مسبق. ان كان عن طريق انه هن مشاركين نفس شفرة البرنامج. او نفس طريقة التشفير تبيت هاي البيانات. تعتبر مثل طريقة التشفير هاي بالنهائي يعني. فان كانوا هدول مشاركين هيك او عن بعد ما بهم. المهم انه بالنهاية يتفادوا قدر الامكان اي شخص لانه يتجسس على هاد الشيء. هلا كل مصنع او كل مصنع لهدول الأجهزة بيتبع خوارزمية معينة بهالشغلة هاي بالقفزات تمام. فكل شخص عنده خوارزمية شكل. في حدا بيستخدم نط 1 4 3 2. في عالم بيستخدم 1 2 3 5. في عالم بيستخدم 4 5 3 7. فكل واحد بيرتب على حسب الترددات اللي عنده وكل الشركة بتصنع جهاز بتصنع خوارزميتها الخاصة. هلا تعتبر سعة نطاق الباس تمام. على السعة نحن اكبر بالانتشارية. نحن نقارن بين تقنية الباس او تقنية القفز الترددية بالتتابع المباشر. نحن عنا سعة نطاق تبع الباس بالقفزات الترددية اكثر من تقنية التتابع المباشر. ولكن اول شي سبب هو انه نحن عنا جميع الترددات وحنا في نفس الوقت يعني استقدم نفس الترددات بس بتبدل بيناتها بالعكس يعني لا غير. تمام? يعني هلأ كمثال على هذا الشي الصراحة هو شوي هاي معقدة. مثال على هذا الشي نحن التتابع المباشر هيك راح يكون تمام? عنا عد البيانات تمام? هيك راح يكون ودول البيانات ماشيين في خط واحد دا عم يتغيروا الاشي. اي عم يبعد بيانات مضل وكل شي وهذا مستخدم كتير هالايام. طريع جدا في اي مشكلة. اما بس في شغلة بشكل امن يعني هلأ لو كانوا عاملين يعني انه هنين عملوا قارنوه واستخدموه يعني انه يصيروا هدول طريقتين يشتغلوا مع بعض. القفز والتتابع المباشر يعني تكون هاي هون ومعها بيانات مضللة ولكن هاي سببت مشاكل تمام? اه السبب هون انه سعة القفزات اكثر من سعة الشفرات المضللة. فكترة المضللة تمام? وكترة المضللة اثرت على البيانات الاصلية. وهون شو صار? صار في اولوية للبيانات مضللة كنان لتروح يعني. فهون صار سبعين بالمية ببيانات مضللة وثلاثين بالمية ببيانات حقيقية. فالشيء هون قلت لانه قلت نسبة الحقيقيات وهي. طبعا انشان يعطوا الاولوية هنين يعني موش ان اي شيء تاني. هلا سرعة نقل البيانات في النظام هذا القفزات الترددية بتروح بين الاثنين ميجا والستة ميجا بايت في الثاني تمام? بس باستخدام طاقة اكبر تمام? يعني فولتاج عالي واط اكبر تمام? او نطاق اعلى من التردد بدل ما يكون مثلا تلاتين جيجا هرتز استخدموا ميتين اربعمية وهيك. كل ما استخدموا اكتر فينهم يحصلوا على سرعات اكبر بكتير. الجهاز تكون اتنين ميجا وتصير اتنين جيجا. ما حدا بيعرف. هاي هنين حسب انتو قديش عبتحطوا كهرباء في الجهاز. طيب هو شوي صراحة يعني انه كمان اللي صار في الكهرباء بهاي الشغلات منه قليل يعني انتو. اه ما تفكروا انه قليل يعني. اذا حطيته الف واط. كمثال يعني الف واط. شو رح يصير بالالف واط? كل ساعة رح يصرف الف واط. كل ساعة. كل ساعة يعني واحد كيلو بساعة. واحد كيلو كهرباء. واحد كيلو ما نرخيص الله. مثلا كنا نجينا القرن بالاسعار هون هلا. انك الواحد كيلو اربع ليرات حقا. ففرض انتم شغلونوا اربعة واشرين ساعة اربعة واشرين. طيب ما بارز هو اربع ليرات ولا تمانية والله صراحة نسيان. اه عم تغلق الفترة وفترة. فانتو شوفوا. هاي الف واط عم نحكي نحنا على السبب. ولا شيء يعني. انها بيحطوا تقريبا الاربع تلاف. بيحطوا عشرين الف. كليش المصروفا عاليا انترنت مو ببلاش كمان. فعشرين الف يعني عشرين كيلو واط في الساعة. فهي عشرين. مثلا ضرب تمانية ما نعتبره. تمانية يعني قديش عشرين. اربعة واشرينات تمانين. تمانين تمانين مية وستين ليرات في الساعة. في الساعة مية وستين في الساعة. ضرب اربعشرين. اه سعر كتير يعني مقليلة. وفترة الفين اه في اليوم. فيما ما تطلعوا انه الشيء بسيط يعني. لا. سعر غالي الصراحة يعني. اه فهنا بيستخدمه اللي حاليا انه طاقة منخفضة بالارسال. شان شو؟ متواضعة التكاليف يعني. شان اول شيء اه يعني. هي قادرة انه يصير فيها ضعف الشبكة. بس بالنسبة للتداخل الكهروماناتيسي. منلاحظ انه. الراديو الطيف الانتشاري. اكثر مناعة. بهذا التدخل من اي نظام اخر. من التقنية الاخر واللي هي القفز. الفريقونسي هوبينج يعني. القفز الترددية. قفزات الترددية. يعني اكثر من هذا. هذا عنده مناعة اكثر من الموجات الكهروماناتيسية. مثلا كقاصفة شمسية واي شيء. هذا من اشكال هاي. هذا قادر على انه. يتصدل اهيك شغلات يعني بالنهاية. لانه قوي كتير. وبتوزعوا البيانات فيها. الموجات. وترددها عالي. ومصروفها الكهربائي اقل من مصروف القفزات الترددية. طبعا هو ايه. في مصروف. ولكن اقل من هذا. مثلو يقولوا. يعني اكثر كفاءة اقتصادي اكثر. هلأ الترددات عنا. اللي هي اللي بتأثر. ما هي دايما اللي بتأثر فقط على الاشارة. في عنا عدة عوامل. مثلو بتعرفو الطقس. الحرارة. الجو بشكل عام كله مؤثر على الموجات والراديوهات بشكل عام. يعني اي ترددات اي حزم هرتز او اي شيء موجات راديو. قادر على التأثر بالطقس. ان كان انه لقمر صناعي ذاتا الغيم قادر على كسر هاي الاشعة. بتتكسر الاشعة هاي عم تمبعت. وبتضعفها يعني وبتقل. يعني تعتبر هي كثيفة بالنهاية يعني. ليش? لانه عم بيستخدموه هنين عم بيجي على التلج. مو تلج. مثلا على نقطة مي. هاي نقطة المي كثافة فيها صوار. الغيمة كثيفة. لو ما فيها كثافة ذاتا ما كان تبليت السماء يعني. في عليها كثافة كتير عالية يعني. لدرجة انه تضل آآ طايرة في السماء. لحتى آآ تتقل توصل مثلا الكثافة فيها لدرجة انه تبلش تمطر. فهذا كان كل شي بالنسبة للمهجات الراديو هاي. طبعا الصراحة هو ما في نقول لكم انه هو شي سهل كان يعني ولكن هو احد اصعب الشغلات هاي يعني فهمها. بس حاولنا قدر الامكان يعني نفهم. هو معقد اكتر شي هو القفزات الترددية التتابعا مباشر هدول الطريقتين. صراحة هدول معقدات جدا جدا يعني. معقدات. ما ضروري الواحد يعرف كيف يسوي واحدات. لا ما ضروري. الضروري هو يفهم الشخص آلية عملهم. انتو الهدف من هذا درس ذاتا انه تفهموا آلية عملهم لهدول. بنهاية هدول الشغلات صاروا عبين صنعوا بشكل مباشر وعم يستخدموا العالم بشكل مباشر. فراتا تعلموا انتو مسلا اذا فرضا بيوم الايام طريتوا مسلا انه تستخدموا ديش. تعارفوا كيف بتسوي شبكة انتو هلا. هلا انتو هاي المعلومات اللي معكن هاي اللي تعلمناها اليوم صرتوا تعارفوا كيف آلية عمل هاد. فبجز انتو بيوم الايام انه تفكروا خلينا نعمل انا اعمل جهازة. ترى فكرته سهلها. فكرته سهل كتير هو هذا الجهاز. بحسوا عنا تشوفوا اش فيه قطة على هاي الابرة. بشوفوا يعني. من هالشي اللي مستهل حتى صيطه يعني. من زمان مصنع هو. هادا تكنولوجيا قديمة اعتبر. ولكن مع هيك شوفوا انتو شلون مصنعة وهيك. تعارفوا انه بيضل المعلومات اللي معكن هي. ومن هاد ساعدكن شوي مسلا كنقطة اتصال بشكل مباشر. اه ما لازم نزيحه عن الطرف. لازم يدائما يكون مباشر مكان هيك. مباشر وبعض. هاي المعلومات اللي مهمة في الدرس يعني. طبعا هون بصلنا بكون لها نهاية درسنا لليوم. برجع بذكر مرة تانية عن فحص. في حدا عنده اي مشكلة رجعاني يخبرني. مرة تانية برجع كمان بنبه انه الفحص رح يكون من كل شي اخدنا في نصف الدرس سبعة وما قبل. يعني نوصل الدرس سبعة. الدرسوه عند التي سي بيات الاي بي وهيك. عند الشبكات بتوقفوا. هاي الشبكات وما بعد هدول هدول هلأ عم ناخدهم هلأ. كل ياتهم هدول لنهائي. اسئلة سهلة ما موطعبة يعني. هتكون ان شاء الله. بس مهم الفهم. رجعا. خدوا وقتكن. آآ ريحوا حالكن في الدراسة. متى اكلوهم انه آآ آآ استما تفرجت هذا. خلاص. معاكن استى اليوم السبت. كل يوم. تفرجوا ع درس واحد. ساعتين. تفرجوا ع درس واحد. خليكم إذا حسيتوا حالوا انه ساعتين كتير يعني. قطعوا الصبح خمستعاش دقيقة. المساء خمستعاش دقيقة. آآ بعد الظهر خمستعاش دقيقة. العاصر خمستعاش دقيقة. قسموا على ثمانة وكل شوي خمستعاش دقيقة. او كل شوي مص ساعة كل اربع ساعة مص ساعة مو منه اه ما كتير يعني هي بالنهاية اذا كل يوم ما درستوا اما ما تتركون لاخر درس لاخر نهار وهيك مشان ما تتعذبوا فيهم لانه ست دروس انين صايرين سبع دروس حرام مشان عيونكن ومشان صحتكن يعني بالنهاية فخدوا راحتكن ومدرسوهم اتمنى كل توفيق لكم بالخير ان شاء الله منلتقي في الدرس القادم ايزن الله انا بخبركم شو بيصير واقع لا يوم السبت اه اذا ان شوف ان شاء الله ان شاء الله يلا اذا في حدا عنده اي سؤال اذا سألوني اذا بتوقع حدا عنده ايس ايه? اذا هون اقول السلام عليكم في الدرس